بالمناسبة عايزين الكابتن مؤمن زكريا يمكن نشر صور له وهو في تدريبات الجيم وكمان نشر تويته له وهو بيشجع أو بيهني طاهر محمد طاهر بقول له براف وجود وصور له وهو بيقدي تدريباته التأهلية في الجيم بنقول له ان شاء الله ترجع وهي مسألة وقت يا مؤمن وترجع بإذن الله لبيتك ولصحتك في أحسن حالة ده مؤمن زكريا وهو بيحي طاهر محمد طاهر بعد المباراة ثم نشر مؤمن صور له وهو في الجيم بيقدي تدريباته التأهلية مسألة وقت ان شاء الله يا مؤمن وترجع في أحسن صحة بإذن الله تعالى وإحنا بنتكلم على أجواء قطر وعلى الحفاوة اللي لقياتها بعثة الأهلي لا ينسى أيضا اهتمام وتقدير الاتحاد القطري لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة اللي كان رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الحقيقة اللي كان حريص على زيارة بعثة النادي الأهلي ولقاء الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة وتقديم كل التسهيلات أو الاستعداد لتقديم كل ما تحتاجه البعثة حضر الشيخ حمد بن خليفة زي ما حضراتكم شايفين مع الكابتن الخطيب زي ما حضر أيضا كثير من نجوم الكرة القطرية القدامة يمكن الكابتن السويدي كان حاضر واستعاد مع الكابتن محمود الخطيب ذكريات الزمن الجميل أعضاء مجلس الإدارة زي ما شفتوا حضراتكم كلهم أدي كانوا سعداء بهذا الكأس وهذا التتويج الغالي الحياة التتويج الغالي ما أسعدش بس أنتوا هتشوفوا الصور لعضاء مجلس الإدارة في الطيارة وستاذ محمد الجرحي وكلهم الحياة مهتمين بتوسيق اللحظة كابتن حسام غالي مع أيمن أشرف الكل مهتم بتوسيق اللحظة بالتتويج السوبر لأن السوبر بطولة بين بطلين إحنا بنتكلم على بطل وبطل بطل دور الأبطال وبطل هنا كمان المهندس هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا حرص على زيارة البعثة أكثر من مرة وحضر بعض التدريبات الفريق وتناقش مع كابتن محمود الخطيب أيضا كان معهم المهندس أحمد مجاد رئيس اتحاد الكورة حوالي الأزمة برضو المصارى وإيه اللي الفيفا ممكن يعمله بعد ما الاتحاد الأفريقي قفل المسألة وصمم على معاد كأس الأمم ربما يكون فيه بعض المقترحات أن الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية الفريق سجل قيمته قبل المباراة بـ 48 ساعة فقط عشان ياخد فرصة يشوف مستجدات الموقف بالنسبة للارتباط مع المنتخبات بعض الحلول هنشوف خلال الساعات القليلة القادمة الأمور هتنتهي إلى إيه بالزبط ده صديقنا العزيز اللي بنقوله ألف الحمد لله على السلامة الأستاذ فايز عبدالهادي أيضا صديقنا الأهلاوي الجميل شريف عبدالقادر حرص أنه يروح يزور الأستاذ فايز عبدالهادي ويطمئن على صحته ويديله الفانيلا الحمرة تقديرا لروح الأستاذ فايز عبدالهادي وخدماته الكبيرة جدا ومشاعره الأهلاوية اللي أنا بقول لكم كل البعثة كان فايز عبدالهادي على اتصال بيها وساعدة جدا باتصال الكابتن محمود الخطيب في الإطمئنان على صحيح ربنا تدي له الصحة شكله يبدو عليه الإعياء الحقيقة يعني ربنا تدي له الصحة رجل شخصية محترمة جدا جدا كان فرحان جدا بالصوبر طبعا فايز ده شخصية جميل تاريخ وأنا مدير نادي وكان لسه يعني في بداياته الإعلامية من أحسن الناس اللي اتعامل معاها يعني الأمانة والصدق والهدوء وعدم الصخب وعدم مستعالي الأحداث الموزج البياضي إعلامي مشرف بجد يعني يحظم تقدير كل الخلاجة أستاذ إبراهيم فيه ميزة مش بيالهت وراء الخبر اللي بفرقع عايز الحقيقة مسؤول مسؤول قوي رصين لذلك قدر يعيش كل الفطرة دي باحترام شديد وعامل يكاد يكون أنشأ الإعلام في قطر صحية